زي ما اتفقنا مع بعض ان يبقى الخلايا بتاعيتها سفيريكل سفيروسايتوس زي ما شايفين في الصورة قدامنا طيب الخلايا اللي هي السفيروسايتس دي تتميز انها خلايا يعني ايه ما تدرش تستحمل المية الاوزموزيس فبالتالي عندها ايه حيسمها انكريس في الاوزموزيك فرجيليتي يعني اقل كمية ما تدخلها تفرقحها على طول ويحصلها هيموزيس دي فكرة تست اسمه اوزموزيك فرجيليتي تست والتست ده اوزموزيك فرجيليتي تست ده تست اهم جدا لتشخيص دياغنوزيس فكرة التست قائم على ان انا بعمل تورك ساك فور دا كنترول ان دراك تاني فور دا تست او بيشن يبقى الاولاني كنترول والتاني تست او بيشن الكنترول بنحط الاربيسيس بتاعتنا جوه انابيب مختلفة التركيز من محلول الملح والمي هنلاحظ ايه ان الكنترول تستحمل المحليل ديت لغاية ما يبتدي بان درجة من درجات الهيموليسيس وعدين يزيد البيضات الهيموليسيس مع زيادة كمية المية يبقى بدايت الهموليسيس وكومبليت هيموليسيس عمبوبتين بيهموني اوي بداية الهموليسيس وكمبليت هيموليسيس اكتمل الهيموليسيس لو نيجي نشوف التست بتاعنا هنلاحظ ان بداية الهموليسيس بادريه ليه لانها فرجايل الاربيسيس تتحطم بسهولة عندها حيق اسمها انجريز اوزموتيك فرجيلتي فعشان كده الهمولسز ابتدى بدري start بدري طيب نلاحظ برضو انه ابتدى بدري ليه لانها هي دي فكرة التست المهم جدا اللي هو اسمه واللي اعتبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة